وافق السيد الدكتور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على تعديل التوقيتات الخاصة بمنافسات الدوري الممتاز لكرة القدم لتصبح انطلاق المباراة بدءا من الساعة الخامسة والنصف مساء ويأتي ذلك في ضوء ما عرضه وزير الشباب ورياضة بشأن تأخير موعد انطلاق المباراة حفاظا على اللاعبين بالنظر الى التوقعات الخاصة بارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة المقبلة ومن المقرر ان يتم التنسيق مع الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الاندية المحترفة بشأن بدء تطبيق تلك القرارات ده تاني تأثير لوفاة الله يرحمه تلات او تأثيرين مهمين جدا جدا تكوين لجنة قانونية للنظر فيما حدث في الإجراءات الخاصة بسفر كابتن أحمد رفعت ده أولا وزي ما قلت لحضراتكم أتمنى أن لا تكون هذه اللجنة زي اللجنة اللي حصلت قلت لنا وشورت لنا على مين اللي أقطع ولكن لم يحدث له أي شيء حتى هذه اللحظة بأنه سنتين أو سنتين وشوية ولم يحدث له شيء حتى هذه اللحظة فأتمنى أن اللجنة دي لو شورت على إسلام يجب أن يتم محاسبة إسلام أو يجب أن يتم محاسبة المخطئ لأنه اللي أنا عارفه أنها عملت رجة كبيرة جدا جدا ما حدث بعد وفاة الله يرحمه والكلام اللي كان قاله قبل كده مع زميلنا العزيز اللي أنا بحييه إبراهيم مفاي إنه اللي عمله والكلام اللي قاله أحمد رفعت تأثر بشكل كبير جدا جدا في ما سيحدث خلال المرحلة اللي جاية إن شاء الله إن شاء الله تستطيع هذه اللجنة أن تفعل ذلك ده أول حاجة تاني حاجة زي ما قلت لحضراتكم المباراة اللي كانت الساعة 4 وكلنا كنا بنبقى مستغربين هي ليه الماتشاط بتتلعب الساعة 4 محدش كان عارف هي ليه الماتشاط بتتلعب الساعة 4 الدنيا بتضلم الساعة 8 بالليل من 7 ونص تضلم عندك من 5 ونص ل7 ونص وتقدر تلعب مباراة مفيش قصة يعني إن أنت تزود ساعة ونص وتلعب 5 ونص أحسن ما تلعب الساعة 4 جماعة في ظل هذه الأجواء الحارة اللي احنا بنشوف الواحد بيبقعد في التكييف وعمال يجيب عرق من كل حت فالحقيقة أنا بشكر معالي دولة رئيس الوزراء على هذه الخطوة الرائعة اللي عملها طبعا بعد ما عرض عليه الدكتور أشرف صبحي كل اللي بيحصل خلال الفترة السابقة لإيه الساعة 4 أربعة دي يعني حاجة غير أدمية ويا ما قلت أنا ومجموعة الضيوف اللي بيبقوا موجودين يا ما كنا بنتكلم في مثل هذه الظروف أجماعة من فضلكو الساعة 4 دي صعب أول وكتبت وكلنا كتبنا مش إسلام كل الناس كتبت لأنه تخيل حضرتك كانت تبقعت في التكيف وعمل تعرق ما بالك باللعب اللي بيلعب الساعة 4 ده بيبقى عامل إزاي فربنا عين الجميع ومرة تانية بنشكر السيد رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي على ساعة ونص أعتقد هتبقى الأمور جيدة جدا تحريكه للأمر ساعة ونص من أربعة لخمسة ونص حاجة محترمة جدا 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 يا رب يا رب يلهم يلهمنا جميعا الصبر والسلوان لوفاة هذا الإنسان المحترم هذا الإنسان الخلوق اللي كلنا وإحنا بنكلمه لم نكن نعلم أنه هو كان بيودعنا جميعا زي ما قلت لحضراتكم لم تكن تربطني بها علاقة كبيرة ولكن في الفترة الأخيرة كنت بكلمه أدلوا النصايح اللي الواحد شافها يعني على قد ما أقدر يعني ولكن النصايح في التعب يعني ولكن يعني ربنا افتكر أحمد وأحمد هيفضل دايما في قلوب كل الناس في قلوب كل الأهلوية وكل الزمالكوية وكل الناس اللي بتحب كرة القدم إن شاء الله المخطئ سيتم حسابه أمام الجميع إن شاء الله بعد قرار لجنة اللي تم تشكيلها من قبل السيد وزير الشباب والرياضة عندنا بكرة مباراة مهمة جدا اشتركوا في القناة